نشر موقع المصدر اللايين مقالة للكاتب محمد جميحي يقول فيه إنه خلال سنوات طويلة وجهت مأرب حشوداً وكثافة نارية كانت كفيلة بسحق الجبال لكن مأرب سحقت تلك الحشود وظلت تتحدى متكئة على التراث السبائي فيها الكثير من العنفوان والقوة والدفاع عن المظلوم ونجدة الملهوف وعلى تراث ديني في الكثير من التضحية والفداء والاستبسال في مواجهة الظالمين ويضيف الموقع أن مأرب اعتراف خصومها قد أكلت قيادات وعناصر لا تحصى من ميليشيا الظلام وأن دورها الذي تصدره اليوم سيكتب في صفحات مدن التاريخ الخالدة ولن ينسى اليمنيون في صنعاء قبل غيرها دور مأرب التي يضعون أيديهم على قلوبهم تلخفا لنصرها على عصبة خرجت مظلومة كما تدعي وانتهت مارقة عن نأشي اليمنيين ومشوها سماحت ملتهم ولفت الكاتب لأن مأرب دفعت الثمن باهضا وضريبة هي الأقسى وأنها ودعت خيرة أبنائها وخيرة من جاء للدفاع عنها من اليمنيين الذين أبوا السكوت عن الضيم وانضموا إلى مأرب في معركتها المفصلية ضد قوة التخلف والرجعية والكهنوت الدينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر